لم يكن أول الغيث قطرة بل بحار تسببت بغرق شوارع محافظة ديالا وأحيائها وقطع الطرق الرئيسة فيها بعد غرقها بمياه الأمطار بسبب تهالك شبكات تصريف المياه فمنذ الساعات الأولى لسقوط أول زخات المطر هذا الشتاء قطعت معظم الشوارع الرئيسة في ديالا بسبب الزخم المروري الكبير الذي نتج عن تعطل أغلب السيارات بفعل المياه واستغياب تام لعجلات الدوائر البلدية مجلس ديالا عطل الدوام الرسمي في المحافظة وأعلن حالة الطوارئ بعد غرق ناحيتين مندلي وقزانيا بسبب ارتفاع منسيب المياه بفعل الأمطار والسيول القادمة من إيران والمناطق الجبلية الحدودية موجة السيول الكبيرة التي قدمت من المناطق الحدودية القريبة من سدود الوند ومندلي وحمرين جرفت معها ألغاما أرضية حذر مجلس ديالا من تدفقها ووصولها لمركز المحافظة مديرية توزيع الكهرباء في ديالا أعلنت توقف خط كرمنشاه الناقل للطاقة الكهربائية من الجانب الإيراني إلى المحافظة بسبب الأمطار الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة ديالا بشكل تام شبكة نقل الكهرباء في المحافظة تأثرت مع أول زخة مطر شهدتها المحافظة حيث تضررت محولات وأسلاك الكهرباء بشكل كبير نظراً لتهالكها وقدم عمرها وعدم صيانتها سكان ديالا اشتكوا من دخول المياه إلى منازلهم بعد ارتفاع مناسيب الأمطار وطفح المجاري وعجز شبكات التصريف عن سحبها منازل المواطنين لم تكن آخر مطاف مياه الأمطار حيث طال الغرق مبنى السراي أشهر وأقدم مبنى أثري في مدينة بعقوبة بينما لم تسلم مستشفى بعقوبة العام من الفيضانات التي أغلقت أبواب مبنى الطوارئ فيها